مرحبا سي عبد الحميد الرائي سافير تونس أسبق بموسكو يعرف المنطقة كان موجود في موسكو ما بين 86 إلى 93 تخلى لها تحادثة فيها تخرج منها كونفيدرالية روسية بيلجراد من 98 إلى 2002 ديبلوماسي دو كاريير ولد لزارة مرحبا بيك سي عبد الحميد الرائي شكرا لك على قابل دعوة مرحبا بيك معك تنفع مشوية ذهنية لموجودة الغادي اتفاقية مينسك الموقعة في عام 2015 بين أوكرانيا وروسيا أشتقول؟ تقول في العاصمة البيان الروسية مينسك ديير وتم اللقاء بوسطة ديبلوماسية من المستشارة الألمانية نريك أنجلا ميركل والرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند اليوم تتهم روسيا أوكرانيا بانتهيك اتفاقية مينسك وقمع ذوي الأصول الروسية في الدومباس كما اتهمت موسكو حلف الناتو والولايات المتحدة بممارسة ما تسميه هي نشاط استفزازي في منطقة البحر الأسود وطالبت الناتو باستبعاد أوكرانيا ورفض انضمامها إليها بشكل نهائي ودائم المنطقة هذيك انتي كم بش توصفها؟ سي عبد الحميد الراعي كيفش توصفها؟ روسيا؟ البلقان؟ المنطقة الروسية أوكرانيا؟ الكريمي؟ الدومباس؟ المنطقة هذيك كنتي عشت في المنطقة شنو التوازوناتها؟ أشتتذكر منها وأنتو كسي عبد الحميد؟ المنطقة هذيك مزيج من القوميات وعاشت مدة قرون سراعات واقتتالات فيها خاصة العنصر السقلبي يعني يتعمهم الروس وخاصة الأمبراطورية العثمانية وقتنا نحط على المنطقة هذيك حتى على أوروبا ينظر الخلفيات وهذا هو سؤال التاريخية وهذا هو سؤال والجيوستراتيجية مثلا أقبل مثلا لأن في أوروبا نخلص من الموضوع ثم أربعة كتل عرقية دينية وثقافية شكونوا المسيحين كاتوليك مثل الجنوب ثم بعد عندك البروتستو واليهول انجلتيرا لأنه كيف نتقل البروتستو نتقل يهول ثم الاسلاف لماذا يختلفوا على الأخرين وهذا يزم لأنه تفهم البحر بالبلقان عندهم مساء الدين أورتودكسي الخط سريليكي الهاوية الأورتودكسي السقلبية فحسوا فيما فيما سيرعات ثم العنصر الرابع العنصر الإسلامي اللي هو في قلب أوروبا أنا أنا وقت للمشي المناطق ديك آي ثلاثة أماكن يعني جلبوا أنت به كيف للمشي عندك أولا في بلقراد قلب بلقراد بعد دورو فيتون ثق ال 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 بارك جسمه كلا مكدان قلعة الميدان يقول أن هذه الحافز الحدود بين الامبراطورية العثمانية وبين الو يوم سير حاجة ثانية في صوفيا أنا في صوفيا خارجية فوق جبل الثلج وجامعة الحاجة الثالثة المجد القديم الموسكو هو في قلب الموسكو البوسنياك البوسنياك هم سيرب إسلاميزي يفهم المنطق هذيك يجب يخذها من بعدها الجغرافي وخلف فياتها ثقافية سعب الحميد الراعي الدبلوماسي الأسبق والقام بالأعمال في بلجراد وفي روسيا زيلا كذلك في موسكو سعب الحميد الآن شنو التهديد اللي خوف روسيا من انظمام أوكرانيا لحلف الناتو علشي الخوف هذا الكل لأن بوتين نعم كان موظف سامي في الكاجبي نعم كان في ألمانيا الشرقية سليما حتى كيف تحل الحائط هو حائط برلين كان موجود على عين المكان وعايش الانهيار نتحة سوفيت نعم فيعرف تهديد السمالية وتهديد للغرب لأن سرعات بين السقالبة كما قلت والأتراك وبين الغربيين على المناطق هذه والطوق يبدأ يتذكر عليهم كل كباشا كل من يمشي ويتساكر يقلك جايين الباب الدار جايين الباب الدار ف طبعا وعنده الهاجس اللي ينتقم للماضي القريب ويعرف العناصر القوة عليش لأن الكاجبي ما هو شي تلها كان بالعناصر السياسية كهولئ كل شي تلها بالدول الأجنبية وكل شي فيما يخص بلاده دون كان عنده الخطفيات الكل الدفاع على كل المصالح العليا لروسيا في إشعاع للمنطقة وإشعاع في العالم ما تجونيش الباب الدار ما تجونيش الباب الدار برمشو ألعبوا بعيد حاشكم أوكرانيا لا بالنسبة لي أوكرانيا لا بتبعت الحال الآن المساعي الأوروبية موجودة والآن اللي صاير في الدونباس في انفصال لجمهوريتين فيش مهم فيش مهم الانفصال اللي صار في الدونباس غرب شرق شرق أوكرانيا عليش اعتبر البعض أنه تقريبا هي خطوة ناشحة من عند بوتين هل هو مدخل ولا تهديد الأوكرانيا كان نحب نجيكم حتى الكيف هذا هو المساج لا أنا أظن لا يتفضل أن هي بكرة أو خبث اللي كسب الخانون الدولي معه لأن كان تعرف أنت عن سيد العارفين كي تجد تنوي التدخل في بلد سلطة الملكزية غادي تستدعك بيسر وهذا توصل له دونك وليو اندبند اوتوماتيكما ينجم يستدعوه ودخل سنة 24 ساعة ودخل كيما الرائش كيما هيت لرقب الفنت سياسة توصعية أنا هني موجود على الميدان هذا بالنسبة بوتين الآن اللي خوف البعض هو صوت المدفع هو الحرب بمفهومها الكلاسيكي دبابات سواريخ جيش جيوش هذا بعيد قريب موجود الحرب المفتوحة تهديداتها موجودة مش موجودة على حد تقديرك سيد عبد الحمين أنا أظن أن أنا ما همشي بالسوسو إلى الحرب الشاملة ماذا أحنا مرحلة من التاريخ تقريب دائما 30 سنة في المعسكر الغربي عنده المونوبول عنده في مخص اتخاذ القرار السياسي والقرار العسكري دو رجعنا للتعايش السلمي والحرب الماردة والرعب التوازن الرعب توازن الرعب هذا مهم هذا روسيا تعرف تعمل مستنس عليه وروسيا مهاش بوتين كهو روسيا هي الكاجيبي وغيره الكاجيبي لكن اللي عوض الفكرة شنو هو أنه بوتين يقول حذار يا جمع جيوني راني موذي شو خطر الاعلام مركز على الجهة الشرقية على الكرين بينما من الجهة الجنوبية بينما الجهة الشمالية الفوق جهة بيلاروس هي هي اللي توجع الأوروبا لماذا؟ لأنك تشوف الخريطة منتعة بيلاروس تقاها فوق البلدين البلديق على الجهة اليمنية تقا بولونيا البيب الحقيقي اليوروبا البيب الخلف اليوروبا ورومانيا من الجنوب وعلى 24 ساعة تقريب دببات والكاميونات من ألمانيا من برلا ولهذا سارع هو ماكرون يهدي الظروف يقول إذا كان الصراع يحتد يشكون بيش يربح هو أمريكا لأن مسحتها بيش تصير تعكورات عسكرية وسياسية لأن وقت تدخل يكون ملو جهندان تدخل كالبوليس وبوليس العالم وتتوسع في المنطقة وهذا ينجم يكون عنده مخاطر كبرى جدا في التوازنات العالمية جوستما على ذكر التوازنات العالمية هل ممكن تكون الصين من أكبر المستفدين من الصراع الحالي والتي تعتبر أنه مخاوف موسكو الأمنية معقولة وأيدت بطريقة ماء الموقف الروسي معناها الصين قد ينظر لذلك فرصة هو فرصة لأنه كذلك كلمة تكون قوية في المنطقة طبعا طبعا امتداد لطريق الحرير وبتحارف مع روسيا إيران بلاروس فكتلة قوية سياسيين وحتى اقتصادين كازاكستان ما تنساش لروسيا دعمت النظام الحالي في كازاكستان في القليب يعني سبتا شق العالم القديم اليوم اليوم على خلفية هذا الكل فما زد كذلك مشروع نورد ستريم دو اللي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ومنها إلى أوروبا أمريكا من أكبر معارضي مشروع نورد ستريم اثنين لأنها من أكبر منجين نفط والغاز في العالم وتأمل بيبايع المزيد من النفط والغاز الأمريكيين إلى أوروبا وهي تضغط اليوم لإيقاف المشروع نهائيا مقابل رفض الكريملين تسييس الموضوع باعتباره مشروع اقتصادي موخل هادرة في الأخير في الأخير زادها لكلها الدافع على مصالحها الحيوية الكبرى العليا هي لعبة الأمم الكبرى فش تهمنا فش تهمنا لعبة الأمم الكبرى سيعاب الحميد الرعي أحنا في تونس نشوف موضوع أخبركم تقول من الصعب أن يكون إنسان صديق للوليد المتحدة ولكن أن يكون عدو سمحني للوليد المتحدة ولكن من الصعب أكثر أن يكون صديق للوليد المتحدة مشكلة كبيرة لأن المدة الأخرية يعني حتى الحلفان الوليد المتحدة تحت الضغط والابتزاز وبوتين يرقب عن عن كثب وحاجة أخرى أنا دائما أقول خاصة بعض طورة 2011 نقل ليبيا كنت نقول نحن لقد أصرفنا في إضاءة الفرص التاريخية ما نعرفوش كيف نقتنس الفرص ومسيبة هذا بالنسبة لنا المشكلة وهذا يعني حاجة تحز في نفسي لأنك في مراكز القرار فما اختراقات اختراقات شمع انت اختراقات بربي سي سي عبد الحميد الراعي شمع انت اختراقات مثلا كرتاج بش تحدد السياسات الخارجية الكبرى تقولوا لي السيد وزير الخارجية والسيد وزير الخارجية يتطبق مع السفراء والقلاصر وعلى المدراء العامين ومع وزارة كاملة تخدم الاختراق وين يصير وين يصير الاختراق الاختراق ان الخوال العظمى مع الاسف ولات عندهم الساتليت والعملاء وصراحة تفضل الخروج من السلطة ويجب هناك الخوال العظمى دائما تضغط فهمتك وقصدك انت تونس عمرها ما كانش في منأة من ان القرار السيادي الداخلي يكون تحت التأثير الخارجي هذا شقاتك واثماني وحاجة اخرى هذا العلوم السياسية والعلاقات الدولية تقولوا لها تتقول تقول انت دولة تحب تتسيادة ودولة محترمة فما عناصر اولا البعد جيوستراتيجي عندك ما يجيش واحد الطيارة في نفس الساعة كما عملونا في حامل مشتط يخنبلونا ثانيا الاكتفاء الغذائي ثالثا القوة العسكرية هذوما ثلاثة عناصر بش تتمكن بش تفرض القرار المتاع القرار السيادي القرار السيادي متاعك اليوم في علاقة مرة اخرى اللي قاعد يتقال هو انه تقريبا بالنسبة لتوينسا بالنسبة لتوينسا في وكرانيا وفي روسيا هل حسب متابعتك وتقييمك الوضع فما متابعة وإحاطة لوضعيتهم عليش فما ديما الانتباع انه تونس لا ترعى بما فيه الكفاية الجاليات متاحها سعبد الحميد هذي والله كنت لها بالموضوع في ليبيا فما فهم خطأ من شنو لدى الشعب التونسي بيدور الدبلوماسية ودور الدولة مثل صح حنة سعبد الحميد اي اي دبا اولا الامكانيات كما عدت قد لك موجودة تعرف المسكين هو سعاد السفية توسي طارق بن سالم وحده ومعاه دبلوماسي وعنده قارة كاملة على ذمته به يسر انا كنت من العناصر وقتها من المتواجدة في ربط علاقات مع بلدان المنفصلة من من الاتحاد السفية اقلت وقتها في لوكران ومشيت بلاروسيا وكذا كسين حصلوا تقريبا تصعب ولدان ولكن بعد ما صارت متابعة عنيش قد ما عنيش املكانيات باش نحلوا قنصوليات وصفارات نحن فما تفك فالفكير وموضو توجه توا قنصوليات شرفية على الأقل لوك حضور نسبي وفما تبدأ السفارة في علاقات مع الجمعيات التي تلم الطلبة وتلم الموج في تونسين هذا هذا اشتاعم هذا اشتاعم مثلا انه كنت سمعني في يوخسنابيا كنت مسؤول على رومانيا وعلى بلغاري كيف هاك نعم نمشيتين في العام وعندي خادي يبدأ الانسان يبدأ رزين وحكيم ووعد ويبدأ انتقري هاك هو رئيس جمعية بشي ويبدأ عنا أصدقاء بشي عنا مشكلة وكان تصلو شكرا لك سعبد سعبد الحميد الراعي قام بالعمال الأسبق في موسكو في بلغراد في ترابلس في ليبيا كذلك شكرا لك على قبل اشتركوا في القناة